أو وضع حجر الأساس لهيكلهم مزعوم في بحات المسجد الأقصى للأسف الشديد كل ذلك لأي مدى بتتوقع التصعيد في هذين اليومين عقب أحدث هو بالمناسبة هما في الرابع المزيران عندما في موعد سقوط فلسطيني يقيموا بمناسباتهم أنه جاء الموعد لبناء هيكلهم وكما تعلمين قبل ثلاث عام بنوا كنس الخراب على أسوار مدينة القدس وكانه اخترب موعد بناء هيكلهم ليحدث القراب الكبير كما يعتقدون في ديانتهم الآن بطبيعة جدا سيستغلون ما حدث في تل لبيب الأمس ليزيدوا من تطرفهم اليوم كانت بداية ذلك كما تعلمين هذا الشهر جاء الرابع الحزيران في شهر رمضان في بداية شهر رمضان وبالتالي ومكتب بالمصلين الذين يعتون جزء منهم ليرابط في المسجد الأقصى جزء ليأخذ ثوابا أكثر في المسجد الأقصى ودائما يتجمعون من خارج القدس أيضا من كل مدن الفلسطينية بالضفة الغربية وغزة الذين يستطيعون أن يصلوا إلى المسجد الأقصى وبالتأكيد أيضا أهل مدينة القدس الذي عددهم ما يقارب 270 ألف جزء منهم إذن من المفترض أن يكون هناك مواجهات وليس فقط اقتحامات ويسكد المرابطين في الداخل بالتأكيد لأن التواجد كان منذ الساعات الأولى منذ صباح اليوم كان واضح جدا بالنسبة للمصلين والمرابطين داخل وأنا أعتقد أن الأردن بالأمس حضرت من ذلك الأردن كما تعلمين هي المسؤولة المباشرة عن المسجد الأقصى وأن الخمسمائة موظف أردني يعملون في الحوض المقدس بشكل عام الآن باتفاق الذي حدث في نهاية العام الماضي بين كيري والأردن هو أن توضع الأردن كاميرات لمراقبة الاعتداءات ولم يتم ذلك حتى هذه اللحظة والاعتداءات تزداد يوميا وهم يستغلون كما يشرط لك ما يحدث في المنطقة العربية وأنشغال الدول العربية في الكثير من قضايا الأخرى لينفذوا مخططهم ويتركوا هذا السيل من هؤلاء المتطرفين ليقوم بتدنيه في المسجد الأقصى والأسف الشديد يعني عندما يستقبل رئيس أمناع جبل هيكل هذا غليك المتطرف غليك اسمه متطرف الصيوني في إحدى الدول الإسلامية ويقدم له دروع أن أعتقد علينا أن نعيد حساباتنا جيدا في رؤيتنا للعلاقة مع دولة الاحتلال نحن وقابلنا بـ 22 في المناطق فلسطين التاريخي لكن هذا لا يعني أن نسقط كل حضرتك بتتحدث عن كل هذه الأمور وهذه الملابسات التي نحن بصددها الآن لكن أيضا كان هناك محادثات ومؤتمر باريس مؤتمر جمع أكثر من 20 دولة تحدثت فيها الكثير من الدول عن المبادرة الفرنسية سواء بخطوط عريضة دون شروط مسبقة لم يحضره الطرف الفلسطيني أو الطرف الإسرائيلي لكن ربما تم الاتفاق على بعض النقاط التي يبنع لها مؤتمر للسلام صحيح في النصف الآخر من العام إذن ما وصل إليه مؤتمر باريس وهذه الأحداث أيضا وتأثيرها على ما وصل له من نقاط يعني مؤتمر باريس الذي حضره مقارب 28 دولة ومؤسسة دولية كنا نتمنى منه أن يكون مخرجاته أكبر من ذلك طموحنا كان أكبر من ذلك فلسطينيا وندرك جيدا أن دولة القهر الإنساني أمريكا هي مارست ضغطا شديدا على المجتمعين في باريس حتى لا يخرج مخرجات كما تدعي أمريكا يؤثر على الانتخابات التي ستجري في بداية العام القادم وبالتالي هناك ستة أشهر صعبة في أمريكا لا تريد أن تدفع ثمن ذلك وبالتالي مارست ضغوطا لكن نحن بكل سلبيات أو بعدم خروج إيجابيات كما نتمنى من مؤتمر باريس ومؤتمر لكن نتأكد على أن هناك أيضا مخرجات إيجابية أولا المخرجات الإيجابية حتى لو كانت الولايات المتحدة لا توافق على كافة النقاط أو تريد فقط الانفراد بقيادة هذه العملية يعني عملية الحل بالنسبة لحبية الفلسطينية الموجودة تريد أن تأجي الأمر حتى يأتي رئيسا جديدا لا ندري هل يأتي ترامب ولا كلينتون وبالتالي نتحدث عن أيضا مماطلة في الوقت كما حصل من وعد أوباما هنا في جامعة القارة عام 2009 واتحدث عن دولة فلسطينية خلال عامين ولم يحدث حتى اللحظة انتهت فترة ولايته سبع ثمان سنوات ولم يحدث شيئا في ذلك الآن اجتمع المؤتمرون كما أشرت لك هناك كان حديث من الحكومة الحرب الإسرائيلية بأن مبادرة العربية للسلام سيوافق العرب على تغييرها والتعديل عليها وهذا الأمر رد عليهم في اجتماعات وصلاة الخارجية العرب هنا ورد عليهم في باريس عندما خرجت الحديث بشكل وليفروف أكد النهاردة أيضا بأن المبادرة العربية للسلام هي أساس الحل والتالي أنا أعتقد نقفل الباب عليهم في محاديثهم عن تعديل المبادرة إذن سوابة المبادرة العربية ننطلق منها كجانب عربي أو حتى جانب فلسطيني بالضبط ونحن نتحدث بشكل واضح لن نقبل بتعديل بالمبادرة العربية للسلام هي الحد الأدمى للحقوق الفلسطينية عندما يخرج من مخرجات هذا المؤتمر بأن أي حل قادم هو بإقامة دولة فلسطينية يعني الرابع من حزران أعتقد ذلك لأول مرة يقر دوليان سبيكة يعني بغض النظر لو تركنا جانبا ما خرج من قرارة مجلس أمن غير ملزمة حتى هذه اللحظة لإسرائيل لكن مجرد أن يعقد في المؤتمر تخرج منه تأكيدا على المبادرة العربية للسلام هي أساس الحل والانسحاب من حدود الرابع من حزران هي الحدود الدولة حدود عام سبعة وستيني صحيح نحن نتمنى أن يكون هناك جدول من العقد المؤتمر القادم الدولي ولا يترك مفتوحا حتى هذه اللحظة وأن يكون جدولا زمنيا لجدولة الاحتلال أو المفاوضات نحن لسنا مع مفاوضات مفتوحة 22 عاما في مفاوضات لم تجدي شيئا نريد أن يكون هناك مفاوضات لها جدولا زمنيا نتحدث عنه وأيضا بقد نظرك كما اشارت أن المؤتمر لم يخرج من مخرجات أن تعود القضية الفلسطينية إلى سلم اهتمام الدولي نعتقد أن هذا الأمر مهم جدا في ظل طبعا انشغال العالم في خضايا في سوريا واليمن وغيرها أن تعود القضية الفلسطينية باهتمام دولي أمر مهم جدا المبادرة الفرنسية لم تخرج فقط هي منفردة لكن كان في المبادرة السابقة لسيادة رئيس عبدالفتاح السيس وكانت مباشرة لكافة الأطراف سواء الفلسطيني أو الإسرائيلي أنا أعتقد من حرك المبادرة الفلسطينية بتحريك مفاوضات السلام يعني لنعود عدة أيام قبل أن يتحدث رئيس عبدالفتاح السيس عن مبادرته كان هناك إحباط بعقد مؤتمر باريس لأنه نتيجة أن أمريكا بدأت تتحجج كما تعلمين كان الموعد 31 أقل بناء على طلب الولايات المتحدة المريكية وكان قد أقل إلى أجل غير محدد إلى شعار المفتوح بالتالي جاءت المبادرة الرئيس عبدالفتاح السيس مباشرة ولانا أول مرة أقول لك أن خطاب الرئيس عبدالفتاح السيس أجسر على المجتمع الإسرائيلي صحيح قامت المظاهرات في الداخل بشكل يطالب بالسلام تخرج مظاهرات ويخرج أيضا عندما يتحدث صحفيين إسرائيل أن هذه الدولة تحولت الدولة فشية ولا أمن لأبناء يعيشها هذه الدولة وأن يخرج أيضا 200 متقاعد عسكري من الطبقات العلية الأمنية والعسكرية يطالبون بحل سياسة أعتقد أن ذلك نتيجة الرسالة التي وجهها رئيس عبدالفتاح السيس رئيس عبدالفتاح السيس وجه ثلاث رسالة أعتقد رسالة للمجتمع الإسرائيلي وبدأت تحرك ذلك وجعلت حتى لبرمان الذي وقع اتفاق بعد الخطاب المباشرة الاتلاف معنات أنه تحدث عن حل سلمي باتفاق على حل الدولتين وكان أمرا جديدا متحدث عن ذلك مباشرة وزير الحرب الإسرائيلي الأمر الثاني رسالة للعالم بأن القضية الفلسطينية لم تحال فيها محرك للإرهاب في العالم ويتحدث عنه بشكل واضح رئيس عبدالفتاح السيسي ويجب إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية والأمر الثالث داخل الفلسطينية يجب أن تتوحده ودعت مصر كل الفصائل لأن يكون هناك فرصة للإقاءة مشاركة هناك زار أكثر من وفد أعلنا وسرا مصر وتم الحديث بشكل واضح عن المصالحة الفلسطينية وعودة المصالحة الفلسطينية للإنجاز لأنها جزء كبير من الحل على الأرض اللحمة الفلسطينية يمكن أول خطوات الحل للقضية الفلسطينية بالتأكيد هذا ما تحدث عنه بمرأة رئيس عبدالفتاح السيسي بدرورة أن يكون هناك حل ترتيب بيتنا الفلسطينية حتى نستطيع من خلال المنطقل أن ننطلق للعالم لا يستطيع أن يكون لنا استراتيجيتين ووجهتين نظر لذلك أنا أقول لك هناك في معضلة مهمة جدا أنه حسب الاتفاقيات الدولية من وقع اتفاق مع إسرائيل منظمة التحرير الفلسطينية ونحن هناك قرار من جمع الدول العربي في عام 1974 أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الموثل الشرع والوحيد للشعب الفلسطيني الآن حماسة خارج إطار منظمة التحرير الفلسطينية أجل على حماسة الآن في أي إطار مصالحة أن تعترف بمنظمة التحرير الفلسطينية أنها ممثل الشرع الوحيد للشعب الفلسطيني وأن تدخل داخل هذه العباءة ليكون هناك رؤى محدد لكن الحديث باستراتيجيتين لا يجوز أن يكون هناك عملا سياسي بيؤخر الحلول ربما على الأرض ويعيق ويدمر ينضم إلينا الآن عبر الهاتف الدكتور مصطفى البرغوسي أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية برحب بحضرتك يا دكتور أهلا بك يا ألين أهلا بك دكتور مصطفى الأحداث فرضت نفسها على الساحة تصعيدات بأحداث هجوم تل أبيب من قبل شبان فلسطينيان وأيضا ربما نتحدث عن تصعيدات وإجراءات بتسير في اتجاه أعنف من الجانب الإسرائيلي منها دعوات الاقتحامات للأقصى وأيضا إلغاء التصريح لعدى 83 ألف فلسطيني إذن القضية إلى أين وهذه الأحداث إلى ما ستنتهي على الأرض ما تقوم بإسرائيل أمر خطير جدا وطبعا الآن هناك حقوبات جماعية ضد مئات آلاف الفلسطينيين يمسوا بحق العبادة في شهر رمضان الكريم يمسوا بحق المسلمين والمسيسيين في أن يصلوا إلى القدس والإجراءات العقادية الإسرائيلية تشمل تطويق مدن بكاملها مثل مدينة يطا وهذا طبعا يواجه بالإضافة إلى الضرب المعنوية وما تشكل من خطورة أيضا على العبادة وهذا تواجه ضرب اقتصادية إلى الاقتصاد الفلسطيني هذه العقوبات الجماعية التي تقوم بها إسرائيل تغذي المشكلة ولا تحلها وما جرى يؤكد أن الانتصاد لم تمت بل أن النار بوجودة تحت الرماد وإجراءات نتنياهو وخصوفا بوجود المتطرف لبرمن يمكن أن تشعل المنطقة بكاملها نعم لبرمن تحديدا اتهم الحكومة الإسرائيلية بأنها لا تستطيع مواجهة إلى عنف لبرمن وزير الدفاع في إسرائيل الآن نعم لكن اتهم الحكومة من سابق قبل أن يأتي حتى لهذا المنصب بأنها لا تهتم بمواجهة العبادة هذا هو إنسان يحرض على المنصب نعم إذن يعطينا اتجاه لما ستفعل إسرائيل فيما هو قادم ربما نعم أنا مؤشر طبعا هذا مؤشر على أن هذه الحكومة الأكثر تطرفا في تاريخ إسرائيل فيها أشخاص كاليبرمن وأوريا رييل ومستالي بينت يمكن أن يقودوا الأمور نحو انفجار شامل وهذا كله سيحدث لأن العالم لم يقوم بإجراء أي ضغط على إسرائيل رغم تواجهها المتطرفة العنصر نعم ماذا عن الفصائل الفلسطينية؟ ماذا عن توحيد الصفاء الفلسطيني كبادرة أمل ربما لحلول على الأرض للقضية؟ في ظل اختلال ميزان القوى وظل التعنت الإسرائيلي وإعاطة إسرائيل لأي تقدم في أي مجال ليس أمام نفسه وتغيير ميزان القوى وهذا لن يتم إلا بتوحيد الصفاء الفلسطيني ووجود قيادة وطنية فلسطينية موحدة هذا شيء أكيد ما الذي يعوق هذه الخطوة حتى اللحظة أو يفشلها ما بين الحين والآخر في حوارات بتستمر بين كل طرف على فترات زمنية؟ بالأسف الذي يفشلها تغليب أحياناً المصالح الحزبية على المصلحة الوطنية العامة ويفشلها أن هناك تنافس شديد على السلطة رغم أن السلطة بكاملها تحت الاحتلال لن نستطيع أن نتقدم لم يحسن الإخوة في حركة يفتحوا حماس خياراتهم ويقرروا أن يندفعوا بقوة في اتجاه تنفيذ اتفاق المصالحة نعم دكتور مصطفى مبادرة السلام بالنسبة لفرنسا وأيضاً دعوة الرئيس السيسي مباشرة لإحياء عمليات السلام بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي كانت واضحة في الأيام الأخيرة مؤتمر السلام الذي من المقرر عقده في الستة أشهر المتبقية من هذا العام برأيك هل سينجح هل سيكون هناك دافع دولي للوصول إلى حل لهذه القضية بوصفها ربما إن لم تحل بأنها مصدرة للعناصر الإرهابية ليس فقط في المنطقة ولكن في العالم بأسره للأسف الشديد المبادرة الفرنسية حكم عليها نتنيعو بالإعدام وقاومها بثلاث وسائل نعم أولاً برفضها جملة وتفصيلة ثانياً بالاستناد إلى دول كالولايات المتحدة أفرغت المبادرة من مضمونها وخرج البيان ضعيفاً جداً وثالثاً بمحاولته الحديث عن تعديل المبادرة العربية بهدف تطبيع العلاقات مع الدول العربية بما أزل عن حل القضية الفلسطينية وهذا طبعاً يعني محاولة تمهيد الأجواء لتصفية القضية الفلسطينية هذا كله يدل على أن حكومة نتنيعو حكومة لا تريد السلام الوساطات معها لن تجد الحل الوحيد ممارسة ضغط فعال وقوي على إسرائيل أي ضغط أو أي أوراق نستطيع نحن كعرب نمارسها على إسرائيل أو حتى الأطراف الدولية الاتحاد الأوروبي مثلاً ووجهة نظري بشأن هذه القضية أيضاً مشاريع عديدة للاتحاد الأوروبي من ملايين الدولارات أنشأها في الأراضي المحتلة قامت إسرائيل بتدميرها أنا برأي دول العربية ودول الاتحاد الأوروبي تملك قوة كبيرة بصرد مقاطعة اقتصادية والمقاطعة الاقتصادية يمكن أن تكون مؤثرة جداً وإسرائيل أكثر عن بضائع المستوطنات بدأت ربما لا أقل بضائع المستوطنات ولكن كل البضائع لأنه لا يمكن الآن تمييز بضائع المستوطنات عن بضائع الإسرائيلية وعلى تدوير بضائع المستوطنات في المصانع الإسرائيلية الشيء الوحيد الذي تخاف منه اليوم إسرائيل سلاح المقاطعة وهذا يجب أن يستخدم بكوة نعم سلاح المقطع يعني السلاح الاقتصادي الاقتصادي والسياسي والديبلوماسي والأكاديمي والثقافي لكن ربما الاقتصادي هو ما يؤدي الأثر الأقرب أو الأقصر طبعا هو أكثر الأشياء تأثيرا ولكن الوسائل الأخرى لها تأثير معنوي وأخلاقي كبير أشكر جزيل الشكر الدكتور مصطفى البرغوسي أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية دكتور أيمن يمكن حضرتك سمعت معظم ما قيل على لسان الدكتور مصطفى يتحدث في نهاية عباراتي عن المقاطعة على كافة المستويات سواء سياسيا ديبلوماسيا وأيضا اقتصاديا للجانب الإسرائيلي كأوراق للضغط من قبل الدول العربية ودول الاتحاد الأوروبي باستثمارتها في الداخل الفلسطيني والإسرائيلي هذا السلاح إلى أي مدى يمكن أن يضغط على إسرائيل في الوقت الراهن بالفعل يعني على الصعيد الاقتصادي المقاطعة الاقتصادية هي حققت بعض المكاسب